موسيقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا مصابكم بأبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وجعلنا الله وإياكم من الثابتين على نهجه والمتمسكين بحبل ولايته هذا هو اليوم الثامن من أيام شهر محرم من الحرام والذي خصص لذكر القاسم بن الحسن سلام الله عليه هذا الشاب الذي استشهد بين يدي عمه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وكان يقول لعمه الحسين عندما سأله بني قاسم كيف ترى الموت قال له فيك يا عم أحلى من العسل هذا اليوم أيضا له بركات تربوية كثيرة وبركات علمية أيضا وذلك لما يقال من أنه هناك زفاف لهذا الشاب أو زواج لهذا الشاب في يوم عاشوراء وفي الحقيقة التحقيق لا يساعد على هذا المعنى فلذلك عندما يتحدث الخطباء والمحققون في اليوم الثامن عن القاسم البعض يحاول أن يثبت أنه حصل زواج والبعض الآخر ينفي على أساس ما لديه من قرائن وإثباتات يمكن التمسك بها لنفي هذا الأمر جمالا الآن هناك من يدعي حتى بمستوى عالي أنه القضية قطعية ولذلك هناك رسائل كتبت في قطعية زواج القاسم في كربلا وفي يوم عاشوراء وفي المقابل أيضا هناك من ينفي نفيا قاطعا لهذه القضية والأقرب هو الثاني يعني الأقرب هو النافي لأنه يعني كل ما ذكر من القرائن لا تساعد على هذا المعنى وقد يحاول البعض أن يقول أن الحسين سلام الله عليه حرصا منه على أن لا يخرج ابن أخيه من هذه الدنيا وهو أعزب باعتبار أنه المتزوج خير من الأعزب وأفضل وصلاته أفضل وجهاده أفضل وغير ذلك فأحب أن يعقد له على إحدى بناته أيضا هذا لا يساعد عليه البحث العلمي والقرائن غير دالة عليه المهم في مثل هذا اليوم وفي مثل ليلة الثامن أن هذه المناسبة تجعل الخطباء أيضا يتوسعون في الأحاديث التربوية والأحاديث الاجتماعية سواء ما كان منها مرتبطا بالأسرة أو التربية أو الشباب أو غير ذلك من القضايا الاجتماعية التربوية نحن نحاول إن شاء الله في هذا اليوم أن نتحدث عن جانب من جوانب الأسرة من خلال القرآن الكريم يعني القرآن الكريم تحدث عن الأسرة حديثا غزيرا جدا ومفصلا وأتصور بأن أغزر ما طرح حول تأسيس الأسرة هو في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تحدث القرآن الكريم عن الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها الأسرة حتى تكون أسرة ناجحة وسعيدة تحدث عن طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة تحدث عن زوجات صالحات تحدث عن أسر منحرفة تحدث أحاديث مفصلة ومتعددة حول الأسرة ومن ضمن هذه الأحاديث التي يمكن لنا أن نستوحيها من القرآن هو أنه عرض لنا مجموعة من الحواريات الأسرية وهذه لا شك أنها تمثل تربويات تربويات ربانية وتربويات قرآنية مهم لنا نحن أن نستفيد منها وبشكل عام القرآن الكريم أيضا يمثل ملحمة حوارية يعني لا أتصور بأننا نجد كتابا تحدث عن الحوار وعن آدابه وعن أصوله ومصاديقه كما تحدث كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك من أوله إلى آخره هناك حوارات بين الأنبياء وأقوامهم بين أتباع الأنبياء وأقوامهم هناك حوارات بين آباء وأبناء حوارات بين إخوة وبعضهم البعض هذه الحوارات بأكملها يمكن لنا أن نصنفها ونقسمها من ضمن هذه الحوارات حواريات جرت بين أسر نحاول نحن في هذا اليوم ببركة القاسم بن الحسن الذي من ناحية علمية وتحقيقية تاريخية نحاول أن ننفي حصول زواج في كربلا له أو عقد وأيضا من ناحية أخرى في الوقت الذي ننفي فيه الزواج وننفي فيه العقد مع ذلك سوف نستفيد من هذا النفي مطلبا ومبحثا يرتبط بالأسرة ويرتبط بالتربية ويرتبط بالأولاد هناك مجموعة حواريات أسرية نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى لكي نستفيد منها في حياتنا أيضا وفي كيفية علاقتنا في أسرنا ببعضنا البعض وعلاقة الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء وكيف نقل لنا القرآن الكريم تلك الحوارات مثلا من ضمن هذه الحواريات حوار ينقله القرآن الكريم جرى بين زكريا على نبينا آله وعليه أفضل الصلاة والسلام وبين مريم الآن بعض الروايات تقول بأنها ابنة خالته بعض الروايات أنه زوج خالتها بعضها أنه خالها إجمالا هناك نسب هناك قرابة وزكريا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه على نبينا وآله وعلى زكريا كان هو المتكفل بمريم وكفلها زكريا الحوار هنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الشيء الملفت في هذا الحوار هو طبيعة الهدوء والسكينة في الحوار وذلك من خلال معرفته بمريم أنا أحاول أن أقوم بمقارنة بين النحوين من الحوار حوار ينطلق من التهمة والإفتراء وحوار ينطلق من البراءة والعفوية يعني مريم صلوات الله وسلامه عليها صديقة طاهرة والكل يعرف ذلك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتي قومها يعلمون بنزاهتها وطهارتها ولكن عندما جاءت وهي تحمل وليدها عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام اتهمها قومها بشكل مباشر ومن دون تحقق ومن دون أي حالة من الاستيثاق والفحص والتدقيق يعني بمجرد أن جاءت فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وما كانت أمك بغية ما كان من الصحيح منهم أن يواجهوها بالتهمة أول ما جاءت قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني هم رأوا عندها ولد غلام ما يدريهم بأن هذا الغلام ما هي ملابسات علاقته بها وكيف أنها جاءت به يعني أنتم تعرفونها بالنزاهة بالطهارة بالصديقية ومع ذلك فاجأوها بذلك والمشكلة أن هؤلاء الذين فاجأوها لم يكونوا أناسا عاديين وإنما كانوا من أهل الحل والعاقد كانوا علماء في البيت المقدس كانوا رهبانا أحبارا اتهموها بهذه التهمة لأنهم رأوا عندها ما استغربوه وما لم يستوعب وجوده عندها بينما زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاء إليها ودخل عليها المحراب الآية تقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه يعني أنه زكريا في الحقيقة لم يسألها في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وإنما لأنه تكرر نظره إلى هذه الظاهرة الغريبة يعني رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وهو أمر غريب ولكن مع ذلك لم يحاول أن يتهمها بشيء وإنما تحدث بمطلق الهدوء هذه القضية أكملها ولكن بعد الفاصل إن شاء الله أرحب بكم أيها الأعزة المشاهدون الكرام مرة أخرى وأواصل حديثي من حيث وقفت كنت أتحدث عن حوار زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قريبته مريم عليها أفضل الصلاة والسلام وكان الحوار يتسم بالهدوء والموضوعية والمنطقية يعني هو وجد عندها ظاهرة غريبة تتكرر كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة الذي سأله هو من أين لك هذا يا مريم أنا لك هذا يا مريم وأنا لك هذا لم يقل لها بأنه أنت ساحرة أو أنت مفترية أو أنت سارقة أو غير ذلك لم يعني ينطلق ذهنه إلى إساءة الظن بخلاف أولئك الذين كانوا مهيئين أساسا نفسيا لأن يسيء الظن بالطرف الآخر زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام سألها حتى يتعرف على علة هذه القضية وحينما عرف فتحت له بابا أصلا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا صدقها لأنه هناك ثقة متبادلة صدقها ورتب أثرا على تصديقه لقولها ولذا تقول الآية هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العلي يعني زكريا ليس جاهلا بأن الله يستجيب الدعاء خصوصا أنه في سورة مريم يقول ولم أكو بدعائك رب شقية إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكو بدعائك رب شقية يعني أنا كلما دعوتك استجبت لي فإذن عنده تجربة دينية تجربة إلهية مع الله سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء ولكن هنا أيضا مزيد طمأنة له أنه يمكن لله تبارك وتعالى أن يفعل ما يريد وما يشاء هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هذه أقول الحوارية القرآنية مهم جدا لنا أن نفعلها في حياتنا يعني قد نرى في أيدي أبنائنا أو في سلوكهم أيضا شيئا قد لا ننسجم معه أو قد نستغرب منه فالأسلوب القرآني هو أننا نفتح حوارا نسأل يعني زكريا سأل في البداية قال أنا لك هذا من أين لك هذا وبعد أن أجابته رتب أثرا أثرا إيجابيا أيضا نحن حينما نرى أمرا نستغربه في واقع أبنائنا أو إخواننا أو غير ذلك لا ينبغي أن نسيء الظن وننطلق انطلاقات كما عاشها قوم مريم تجاه مريم صلوات الله وسلامه عليها إذن هذا نمط من أنماط الحوار هناك حوار آخر أيضا ينقله لنا القرآن الكريم في سورة مريم وهو الحوار الذي جرى بين إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وبين عمه آزر الذي عبر القرآن عنه بأبيه هناك حوار واضح أنه مثل جانب الهدوء والسكينة والرقة والمنطقية والموضوعية من جانب إبراهيم وبالعكس من جانب عمه وهذه لفتة مهمة في كتاب الله تبارك وتعالى أن القرآن الكريم عندما ينقل حوارا بين المؤمنين بشكل عام وبين غيرهم نجد أن حوار المؤمن يمتاز بحالة من المنطقية والموضوعية والدعوة المبرهنة بخلاف الطرف الآخر يعني على سبيل المثال مثلا نحن نقرأ حوارا بين هابيلا وقابيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر هذه القضية قال لأقتلنك يعني قال ذاك الآخر الذي لم يتقبل منه وهو قابيل قال لهابيل لأقتلنك لاحظوا ماذا كان جواب هابيل قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني أنت بدل أن توقع نفسك في جريمة خطيرة وتكون أول من أسس للقتل والجريمة في هذه الدنيا بدل أن تورط نفسك في هذه الورطة حتى لا تقع يوم القيامة في ضمن قوله تبارك وتعالى قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا من الجن إبليس ومن الإنس قابيل حتى لا تورط نفسك بهذه الأزمة والمشكلة أنت ينبغي أن تبحث في الأسباب ما هي الأسباب التي أدت إلى قبول قرباني وما هي الأسباب التي أدت إلى رفضي وعدم قبول قربانك أتقوا إنما يتقبل الله من المتقين أنت تبدل من حالتك الفاسقة والفاجرة إلى حالة من التقوى ستجد بأن الله سبحانه وتعالى تقبل قربانك هذا كلام منطقي وموضوعي ومبرهن بينما ذلك قال لأقتلنك أيضا هنا نجد أن هذا المؤمن وهذا الصالح يقول لذاك الفاجر الفاسق لأن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين هناك مبدأ يقول له هذا أقول جانب من جوانب الحوارات الأسرية أيضا أخوين هنا من أم وأب يعني من أم وأب فقط ليس أحدهما من زوجة أخرى هما شقيقان لكن حصل بينهما هذا الأمر العبرة فيه أن الطرف المؤمن يعيش حالة من الموضوعية حالة من المنطقية إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أيضا في حواره مع أبي سنجد بأنه حوارا يتسم بالموضوعية يتسم بالبرهنة بالمنطقية مثلا يقول له أولا هناك حالة من التأدب الراقي يعني آزر ليس أبو إبراهيم وإنما هو عمه كما هو المعروف عندنا نحن الإمامية من أن آباء الأنبياء كلهم آباء موحدون وتقلبك في الساجدين يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت نطفته تتقلب من صلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم في دائرة الموحدين والمؤمنين بالله تبارك وتعالى دون شرك به إبراهيم كذلك فلذلك هذا عمه ولكن القرآن عبر عنه بأبيه ولعل التعبير القرآني عن آزر أنه أبو إبراهيم لأن إبراهيم قد خاطبه بها أبتي قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا هنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث حديثا منطقيا حديثا علميا عقلائيا وهو أنه غير العالم يرجع إلى العالم في كل الشؤون في كل الشؤون العقلائية والحياتية كلها أن هناك مختصون في مجال من المجالات وجاهلون بهذا المجال وهكذا في أمر آخر فمثلا الذي هو مختص بالطب يرجع إليه من ليس بمختص في الطب والمختص في الهندسة يرجع إليه من ليس بمختص في الهندسة وكذا هذا كذا الحياة يعني هي أدوار واختصاصات وكل يقوم بدوره حتى يكمل بعضهم بعضا إبراهيم على نبينا آله وعليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث مع أبيه قائلا بأن القاعدة العقلائية هنا متحققة وهي أني أنا أملك علما في هذا المجال وأنت لا تملك علما فالقضية المنطقية والموضوعية والعقلائية أن غير العالم يتبع العالم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا مثلا يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أيضا بحث الموضوعي أو قلائي أو عقلي أنه أنت كيف تعتمد على حجر لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع المعبود حينما تتخضع إليه وتتذلل بين يديه لأنه أقوى منك لأنه يمكن أن يضرك أو أن ينفعك فلذلك أنت تكون عبدا له ذاخرا وخاضعا ذليلا يا أبتي لا تعبد الشيطان إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذابا فتكون للشيطان وليا لاحظ أنه أنت تعبد طرفا هو في مقابل من يستحق العبادة تماما لاحظوا يعني بعد أن تحدث إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الحديث الموضوعي والمنطقي والمتأدب جدا لاحظوا ماذا قال عمه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني أنت لا تريد أن تعبد ما نعبد لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا يعني أنت إذا كنت مصرا على أن تناقشنا وتحاورنا سوف نشتمك الهجر أو الرجم في بعض معانيه هو عبارة عن الشتم ويحتمل أن يكون الرجم بمعنى رمي الحجارة لأرجمنك وهجرني مليا أيضا نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ما زاد على قوله سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان بي حفية هذه جوانب في الحقيقة تحدثنا عنها وهناك حوارات كثيرة أسرية في القرآن يمكن للمشاهد الكريم أن يتتبعها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة